السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتعرف على معاني الكلمات الجديدة توماس أديسون توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي مرضت أمه في الليل مرضا شديدا أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود الضوء الكافي فانتظر شروق الشمس في الصباح فكر أديسون في أن يضيء ظلام الليل بطريقة ما أجرى أكثر من تسع وتسعين تجربة ضل يحاول إلى أن نجح في صنع المصباح الكهربائي في عام 1879 ميلادي إن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى الاجتهاد والصبر والآن يا صغاري سنقوم بالتعرف على معاني الكلمات الجديدة كيف حالك يا عمر؟ بخير الحمد لله سنتعرف على معاني الكلمات الجديدة هل أنت مستعد؟ نعم إذن هيا للتعرف على المعاني وأنتم هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم هيا أولا توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي ما معنى كلمة مخترع يا عمر؟ أنا أقول لك معناها مخترع مكتشف ما معنى كلمة مخترع؟ مكتشف ماذا اكتشف توماس أديسون؟ المصباح أحسنت لقد اكتشف المصباح الكهربائي مخترع مكتشف أحسنت أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية هل تعلم ما معنى يجري؟ نعم أعرف ما معنى يجري؟ يمشي يجري يمشي هنا الياء مضمومة يجري أراد أن يجري لها عملية جراحية يجري بمعنى يعمل ما معنى يجري؟ يعمل يجري؟ يعمل أحسنت يا بطل لكنه لم يتمكن من ذلك ما معنى كلمة يتمكن؟ يستطيع أحسنت أحسنت يتمكن لم يستطيع وأيضا لم يقدر يتمكن يقدر لم يستطع أو لم يقدر إذن ما معنى لم يتمكن؟ لم يقدر أحسنت يا عمر أحسنت 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 أناك أحسنت يا عمر ثاني أحسنت ترجمة نانسي قنقر